كتاب البخاري او صحيح البخاري قال كتاب الصلاة باب الشعر لا نمشي قال باب الشعر في المسجد يعني هنا باب الشعر في المسجد يعني هو يريد حكم الشعر في المسجد قال حدثنا ابو اليمان الحكم النافع ومسيقات الاسبات قال حدثنا شعيب هذا معروف الحكم النافع يعني شيخه الملازم شعيب شعيب ابن ابي حمزة بن نر القرش الاموي السيقة السبت الامين قال عن الزهري والزهري أمير موني في الحديث قال الزهري أخبارنا أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوث وهو في قول من الفقاء السبعة كانت قيا نقيا حافظا وضع عليه علم كثير بسبب المجادلة بن عباس وقال عن نفسه ذلك أنه سمع حسان بن ثابت وهذه الوقت أيضا جاءت عن سلم بن مسيب أبو سلم لم يكن حاضرا في المسألة التي حدثت بين حسان وعمر أنه سمع حسان بن ثابت الأنصرية استشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيدوا بروح القدس قال أبو هريرة نعم قال أبو هريرة نعم في قول المصنف هنا باب الشعر في المسجد كأنه يقول باب الشعر في المسجد فما حكمه نعم هل يجوز ما يجوز وطبعا الشعر كما تعلمون الشعر كلام وأي كلام حسن هو حسن وقبيحه قبيح والشعر قد نرى أن نسلم سمع الشعر وطلب الشعر ولكن لم يكن شعرا ولم يقل بالشعر وأما في قول الله جل الفعلاء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم طرع أنهم في كل وادي يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلى آخر وإذن استثنى الله تعالى من هؤلاء الذين ذمهم الله جل فعلاء فإذن المذم ليست مطلقة في مسألة الشعراء والشعر حسن وحسن وقبيحه قبيحه لكن هل يقال في المسجد أم لا لأن المسجد ما بني إلا لذكر الله جل فعلاء وللصلاة ولغيرها إلا للصلاة ولذكر الله جل فعلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بنيت هذا المساجد إلا لذكر الله جل فعلاء عمر الخطاب مر على حسن وكان يتكلم بالشعر في المسجد فنظر إليه نظر المزمجر نظر المغضب المنكر فحسن مسكت فقال حسن كنت أنشد فيه الشعراء وفيه من هو خير منك يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد غيظ عمر الخطاب عليه فمر أبو هريرة فقال حسن رضي الله عنه وارضاه لأبي هريرة سأله أن يشهد بذلك فسأله أن يشهد له بذلك فقال لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنشدك الله وشدد عليه أنشدك الله أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عن رسول الله وقال اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم هذه فيها كما قلنا أن نبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمت خريش وهاجت بالتعدي على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء سلمة من الأكوع وجاء عبدال بن رواحة يعني كل منهم يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الأسد الضارب بذنبه وهو حسن بن ثابت وأخرج لسانه كأنه يدليه ويقول أن هذا اللسان هو الذي سيدافع رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذهب لأبي بكر فهو أعلم الناس بالأنساب قال سأسل نسبك يا شعر بن العجين أو كما قال فكان حسن رضي راعا وارضاه يذب مسك مسك البرك منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه هو الذي تكلم في حدثة الإفك يعني هذه من الزلل الذي يقع فيه الأخيار من الزلل الذي يقع فيه الأخيار والحمد لله تغمر في بحر حسناتي وأيضا حسن بن ثابت ممن قيم عليه الحد جلده النبي صلى الله عليه وسلم ولما تكلموا عليه أمام عائشة رضي الله عنها أرضاه وهي عائشة أمام عائشة رضي الله عنها وأرضاه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمام عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقالت لا ودفعت عنه وقالت أليس هو القائل وعرضي وعرض أبائي لكم منه وقاء نعم أو شيء من ذلك في بيت الشعب لكنها استشهدت بأنه دافع ودافع ونافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت له فضله مع أنه تكلم في حقها هي أنه تكلم في حقها هي ومع ذلك سمحته وأخذت منه الفضل على أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وحسان رضي الله عنه وعرضاه كان أعظم شاعر يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاعر النبي حسان رضي الله عنه وعرضاه وكان ذبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عن الزهري قال أخبرني قال أخبرني أبو سلم كذا رواه شعيب وتبعه إسحاق بن راشد عن الزهري أخرجه النسائي ورواه صفيان بن أين عن الزهري جاء عن الزهري فقال عن سعيد بن مسيب بدل أبي سلمة وهذا أخرجه أيضا البقري في بدء الخلق وتابعه مع مر عند مسلم وإبراهيم بن ساعت وإسماعيل بن أمية عند النسائي وهذا من الاختلاف الذي لا يضر لأن الزهري من أصحاب الحديث فالراجح أنه عنده عنهما عن أبي سلمة عن سعيد له شيخان في الحديث أبو سلمة وسعيد بن مسيب فكان يحدث به تارة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحدث به تارة عن سعيد بن مسيب وهذا من جنس الأحاديث التي يتعطبها الدرخنين على شخيم يعني كأنه يقول بأن هذه التراب وليس بالتراب ويراجع عليه نعم فهذا يستدرج على الدرخنين فإسناد نظر من وجه آخر وهو على شرط التتبع أيضا وذلك أن لفظ رواية سعيد بن مسيب مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشده كالله الحديث والواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة لأن سعيد لم يدرك لم يدرك إلا سنتين من زمن عمر أنه لم يدرك زمن مرور ولكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أبي هريرة رضي الله عن أرضاه أو من حسان نعم وواقع الحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى لكن الحق أنها قصة واحدة وفي الحديث أن أبا سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة رضي الله عن أرضاه هذا يقون بذلك أنها كانت متعددة وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضا فناظر من سعيد فدل على تعدد الاستشهاد يعني القرينة مؤكدة لدارك ويجوز أن يكون التفاة حسان إلى أبي هريرة واستشهاده إن مواقع متأخرة لأنه ثم لا تدل على الفورين نعم وهنا الحق أن نقول أن الأصل عدم تعدد القصة ويكون هنا عندنا سعيد نسيب قد أرسل ذلك والحق أن نقول ممكن الإجابة عن ذلك والأصل عدم التعدد أن يكون سعيد نسيب سمعه من أبي هريرة أو سمع من حسان وأرسله بهذا نعم على كل فالقصة صحيحة وأن عمر لما مر على حسان وسمعه ينشد فقام نظر له مغضبا فقال له كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك نعم إذن في النهاية يجوز الشعر في المسجد لكن كثرته أيضا لا تصح الثلاثة لا تصح حتى في بناء المسجد كان نبي صلى الله عليه وسلم يحمل ويقول اللهم لا عايش إلا عايش الأخرة اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة الفائد الفائد المستنبطة فضل حسان بن ثابت جوازه الإنشادي أو إنشادي الشعر في المسجد التعضيد بأهل العلم تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنشد وفيه خير منك فعلم أنه رسول الله فسكت كراهية الإنكار على المباحات لأن عمر لما لما جاء ينكر ببصره حسان استشهد بأهل رأس فسكت والحق أن صحابة رسول الله كانوا يتبادحون بقشر البطيخ يرموا بعض به في المسجد بهذا قد أتم الله علينا النعمة وانتهت الدروس اليوم من فضل الله جل في علاه وركتم وجزك والله كل خير في أسئلات فضل لا ليس بصحيح هذا كلام العوام أنه يأكل الحسنات وكمان لا ليس بصحيح هذا كلام ليس بصحيح الله أكبر أبرى الله بك وأحسن عليك يوم الأبرار رفع الله مقامك وأحسن عليك